كيفية استخدام خاصية الفريز تستخدم خاصية الفريز لقاعدة البيانات نقوم بفتح قاعدة البيانات الخاصة باللاير سيتز وذلك بالنقر بالزر الفأر الأيمن واختيار Open Attribute Table الهدف من خاصية الفريز تستخدم خاصية الفريز لتثبيت فيلد معين وعند القيام بتحريك الفيلد تتحرك جميع الفيلد مع بقاء الفيلد الذي تم عمل فريز له ثابتا ويتم استخدام هذه الخاصية عندما يوجد لدينا أعداد كثيرة من الفيلد تتطلب هذه الفيلد تصحيح بعض منها اعتمادا على فيلد معين هذا الفيلد الذي سيعتمد عليه في التصحيح هو الفيلد الذي يعمل له فريز في هذا المثال سنعمل فريز لفيلد الـ City Name نناحظ الآن تحرك تحرك جميع الفيلد قبل عملية الفيلد الآن ننقر بالزر الفورة الأيمن بجانب الـ City Name ونختار freeze unfreeze column الآن عند القيام بعملية التحريك نلاحظ تحرك جميع الفيلد مع بقاء الـ City Name ثابت وللغاء الفريز ننقر بالزر الفورة الأيمن بجانب الـ City Name ونختار freeze unfreeze column لإلغاء هذه الخاصية